مرحبا عن جديد. توني حج معنا. توني كان يدخل من شركة عملية حضر لفريدم ويجا حضر معنا. توني سأطلب منك تعرف عن حالك وعن بزنس تواعي. يالله. توني حج. أنا الماجور تبعي أساساً سبورتس مانجممت عامل ماسرس ديكوي. وشخص كدير بحب الأودورز الحياة بالهواء الطلق. وركبت كل شيء بحياتي على الأساسية. يعني دراستي. كتراني. حتى البزنس اللي اشتغلنا عليه كان هو سوينجز. بيطلعوا بأد وقت بره. بيطلعوا بأد وقت بره. بيطلعوا بأد وقت بره. لذا هيدا هيكي بريفلي عني وعن سوينجز. سوينجز صلنا 8 سنين نحنا مشتري هيدا البروكريم. أعطيكم العافية. يعني كيف ماشي الحال بالكورونا؟ أعطيكم. وقت تسكير تسكير. وقت منفتح منفتاح. يعني الحمد الله. حمد الله. توني بالنسبة لك شو هي الحرية اذا business owner. يعني ببساطة الحرية انه يكون عندك بزنس مبسوطين في ال team. يكون أوتنامس ماشي. قواليتي منيحة. قواليتي منيحة. قواليتي منيحة. بنفس الوقت ما يكون الواحد كتير سبريست. أو ما حد كتير وقت هدا الشي لعمشتري. جيد. جيد. وقت نقول working on the business. منقول تنبيعه. تنتوسع فيه. تنعطيه لأولادنا أو للمانجمين طبعنا. أو نحن نكون قادرين يكون عندنا هالحرية الشخصية. بالنسبة لك شو الpriority. شو الأولوية بين هالأهداف. وشو عم تعمل تتوصل لهذا الهداف. يعم. هلا. بالنسبة لقلي أهم الشي هو يعني مجالة نشتغل كنا على to pass it down. يعني أنا إذا بدك إذا مروح خمسة سنين لورا كنت involved 90% من الوقت والoperations. هي operations 24-7 مبتوقف من الثانين للأحد. لأنه في camping في activities يعني continuous process. كان الهداف قد ما فينا نخلي هلا البزنس أوتانموس. هم يمشي لحاله بدون ما حدا يكون وراك البيئة أو كل لحظة. ونجحنا بهدا الشي يعني إحنا بإيد في اليوم يمكن ما بقدة أكثر من 15% من الوقت بالبروجيكت و والقوالي تبع السيروس هم يتحسن. أعتبر إنه لقد أكثر من على عدد ورحة كل ذلك من السيروس و نخلق السيروس و هذا كان هدفنا، نخلق السيروس و ما هي الأشياء التي تتذكرها أو عملت عليها من بعد الوارتشوف؟ أكثر شيء عالق براسة هلأ، ما تطلع، كانت فكرة تنفذية، وتعلم براسة، هدى تلك كلمات كثيرا عالق براسة، وجربت استفيدنا الفكرة أنه جربت نخلق يكون الـ service, repeatable service, teachable دمعنا إنو ما يكون كتير technical، عملنا كتير simplification للأساس حتى sometimes رحنا من scope أكتر لscale أكتر، يعني بد ما يكون عندنا كتير services وقليل عالم على كل service، رحنا على أقل services وكتير عالم على كل service، هادي ريحتنا كتير وفكرة scalability خلتني هلأ هو الـ project فوق إلى حد ما يعني قد ما اشتغلنا عليه من ناحية freedom بيضل في limits، key limits نوعا ما، بالعكس هذي خلتني فكر إنو كمان أخلق new project وهيك ساري، بلشنا نشتغل هلأ عن new project لكل اللي عالم بيحبه collective sports project scalable على مستوى كتير أعلى، وكمان teachable و repeatable بنفسه نعم، إذا بدي أقل لك بهيدا الـ project جديد، شو الاشياء اللي رح تعملها يلي دغي رح تطبق فيها الاشياء اللي عملناها بالـ freedom workshop، شو ما أقول يكونوا؟ هلا، كتير الفوكس تبعنا بهيدا الـ project على فكرة scalability والsimplicity إنو يكون كتير الـ user-friendly، الـ UX كتير simple، إنو حيا الله حدا يفوت دغري بيستعمله وفكرة scalability لأنو بدنا نفكر بشي مش local، أكتر international وكمان، أوتوماتيكي حيا الله هو بيجمع بين الـ venues والـ sports players ونريح شوية sport venues من ناحية أنو دغري بيقدر يفوتوا يعملوا أدى الفنيو، بنفسه بعد سبورتز بيقدروا بيستعمل الفوتو على الـ platform ويخلقوا games ويلعبوا مع العالم جميل، وهون بيضوع الشغلي حكي عنا توني في كتير عالم بيفكروا يتوسعوا بالـ business يصيروا يطلقوا كتير منتجات وكتير products وهيدا الشي بيعيكم لأنو بيصير تكون كتير عالم يشتغلوا على هاو الـ products وتعملوا كتير training وكل شغلة إلى الـ process تبعولها بالوقت اللي فينا نحنا نخفف products ونبيع لأكتر عالم ونكون عم نعمل هالـ systems اللي حكي عنا كمانا توني how you can make it teachable تعلموها للأشخاص اللي عم يشتغلوا معاكم تبطلوا انتو البطلنك، تبطلوا انتو لعائك بتوسع هالمنتج أو هاي دي الخدمة مظبوط توني؟ Exactly, yes توني لكل شخص هلا عم يسمعنا عنده business يمكن قريب منك او بالاندستري اللي انت فيها شو بتنصحه؟ هلا انا بقول الواحد كل business owner بحس عنده شوية ego بحس انه هو الـ business أحسن business وان بيعمل كل شي صح وهيك بقل له انه rethink that وجرب عن جادة عمول لكون self critical ونبش على قصص اللي مش زبطة عندك لانه اكيد اكيد كل business عنده مارجن جدير لإدروفمن انا صراحة قبل ما احدى الworkshop كنت تفكر انه margin of improvement هو 10-20% اكتشفت هو اكتر من 60-70% يعني كتير قصص الواحد يرجع بيطلع علي بقول انه بتنعمل بغير طريقة وهي دي الحلو بالbusiness it's world of creativity يعني كل شي كل شي ما بتفكر فيه مرات اذا بتغيره منك بيعمل whole difference فاوينت واحد يجعي هايدي سفة كتير مهمة بالentrepreneurs اللي هي to be coachable وكمانه to be flexible فوقت الواحد يبلش يشوف شو فيه حسن فيه وما يقول انه لأ انا بعرف كل شي وكله تمام وكله منيح هايدي flexibility بتأدي لنجاح وخاصة انه بتفير تقدر تعمل اشياء جديدة وما تكون خيفين انه